خلني أتكلم يعني شوي عن الجانب الفني وأذكر بعض الحقائق للسادة المواطنين 80% من السيارات اللي موجودة في الكويت وأيضاً خرج في الكويت تحتاج إلى منزيم ممتاز مخصوصي هذه معلومة فنية أعرفها كل من هو مختص لهذا الغطاء لكن اسمع شنو نسبة الاستهلاك المحلي في الكويت رغم أن 80% من السيارات تحتاج منزيم ممتاز نحن عندنا نسبة الاستهلاك المحلي إلى نهاية شهر 7 قبل تطبيق قرار زيادة كان 80% من الاستهلاك المحلي منزيم خصوصي و 17.4% ممتاز و 2.6% ألترا يعني العملية معكوسة 80% من السيارات يحتاجون ممتاز لكن استهلاكنا المحلي 80% منه خصوصي ليش؟ طبعاً أحد سلبيات القرار اللي صدر في 98 فارق السعر جداً بسيط خمس فلوس فعدت البقية يترسونها خصوصي تشتري سيارة من الحرائي تترسها خصوصي الشيء تترسها ممتاز نفس سيار رغم أن جودة الممتاز عندنا أفضل من خصوصي في دول قريبة جداً منه لكن هذا يعني كان خلل واضح في نسبة الاستهلاك المحلي أيضاً 70% قبل 70% نسبة الاستهلاك العاية للبنزين الخصوصي أدت إلى إيش؟ أدت إلى أننا الكويت دولة مصدرة للنفط ومصنعة لهذه المادة اضطرنا أن نستورد 20 إلى 30 وبازدياد من احتياجنا في السوق المحلية من البنزين الخصوصي نستورد خصوصاً من الخارج بالأسعار العالمية ونبيعة مدعوم بالكويت وإحنا دولة مصدرة للنفط ومصنعة لهذه المادة ترجمة نانسي قنقر